مجهز لأهم الأنباء أهلا بكم قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ترحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهديئة التوترات في المنطقة جاء ذلك تعليقا على إعلان استئناف العلاقة الدبلوماسية بين السعودية وإيران والتي قال البيت الأبيض إنه كان على علم بها أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض لوكالة رويترز أن خفض التصعيد والدبلوماسية من الركائز الأساسية للسياسة التي حددها جو بايدن خلال زيارته للمنطقة العام الماضي من جهته قال مناسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جوان كيربي إن ما يهم بلاده هو إنهاء الحرب في اليمن ووقف الهجمات على المملكة في سياق متصل أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان أن سياسة أمن الجوار أمر محوري وهناك المزيد من الخطوات الدبلوماسية في المنطقة من جهته قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن استئناف العلاقات مع إيران يأتي من رؤية المملكة تفضيل الحوار بين البلدين بدوره أوضح مستشار الأمن الوطني السعودي أن الرياض اتفقت مع طهران على فتح صفحة جديدة قائمة على المواثيق الدولية معبرا عن أماله في مواصلة الحوار بين الدولتين وفي الأثناء رحبت ميليشيا الحوثي ضمنيا بالاتفاق السعودي الإيراني الذي رعته الصين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وقال المتحدث باسم ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام إن المنطقة بحاجة إلى استئناف العلاقات الطبيعية بين دولها وزعم بأن التدخلات الأجنبية عملت على استثمار الخلافات الإقليمية واتخذت الفزاعة الإيرانية لإثارة النزاعات وما وصفه بالعدوان على اليمن على صعيد آخر جددت نقابة الصحفيين مطالباتها بإطلاق صراح الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي دون قيد أو شرط مؤكدة رفضها إخضاعهم لصفقات تبادل الأسرى أو وضع قضيتهم محطة مساومة وابتزاز يأتي هذا عشية انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين حول ملف الأسرى والمختطفين النقابة قالت في بيان إنها تتابع بقلق شديد الأوضاع المتدهورة للصحفيين المختطفين مشددة على ضرورة أن يعطى ملف الصحفيين المختطفين الأولوية والاهتمام في المفاوضات التي تنطلق في جينيف جددت الجمعيات السماكية بمحافظة حضر موت رفضها قرار منع تصدير الأسماك الذي أصدرته السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الثروة السماكية قالت الجمعيات إن القرار انعكس سلبا على معيشة الصيادين حيث أدى إلى عزوف الكثير منهم عن الاستياد أقرار رؤساء الجمعيات السماكية البدأ في تنفيذ خطوات تصعيدية تشمل وقفة احتجاجية والإضراب عن العمل ورفض دعوة قضائية موحدة ضد القرارات الصادرة بحق الصيادين نهاية الموجاز إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة